في التوقيت ذاته من الفجر اغتيل الشيخ عادل الشهري وهو في طريقه الى امامة المصلين في جامع سعد ابن ابي وقاص الواقع في حي انماء السكني بمدينة عدن حدث مروع اخر خلف وراءه تساؤلات بشأن دوافع هذه السلسلة من الاغتيالات التي لا تتوقف في مدينة عرفت بانها مسالمة وهادئة ومستقرة طيلة تاريخها المعاصر الرواية الاولية للحادث تقول ان المسلحين الذين اغتلوا الشيخ الشهري كانوا يستقلون ميكروباس وسيارة اخرى من نوع ايكو وقد نفذوا جريمتهم ورحلوا فيما سارع الناس لاسعى في الشيخ على وقع صراخات والدته لكن المنية كانت اسرع ففارق الحياة قبل ان يصل الى المستشفى لهذا الشيخ المغدور صلة بالشيخ فهد اليونسي امام جامع الصحابة بالمنصورة الذي اغتيل بنفس الطريقة والتوقيت فهما يشتركان في ادارة مدارس البنيا للتعليم الاساسي والثانوي ويعملان معا في جمعية الحكمة اليمانية وانخرطان في العمل الخيري بمدينة عدن عاشرة ايام فقط تفصل حادث اغتيال الشيخ الشهري عن حادث اغتيال مماثل استهدف رفيقه اليونسي فالقاتلات يتحركون بحرية في عدن التي تسكنها الالوية العسكرية من كل شكل ولون وتتمركز فيها اكبر قوة برية للتحالف العربي لا يستبعد المراقبون بازاء تكرار استهداف شيخ التيار السلفي ان يكون هذا الاستهداف في اطار مخطط تجفيف منابع هذا التيار في المدينة في وقت اتهمت فيه شخصية بارزة في هذا التيار من اسمتها الاقلام المأجورة بالتحريض على شيخ السلفية وعلى انشطتهم الدعوية في عدن وعلى عملهم لصالح الجمعية الخيرية في كفالة الايتام وتعليم الاطفال الموت يكرس نفسه عنوانا اصيلا لمدينة عدن في وقت يتراجع فيه الامل بامكانية استعادة الحياة في مدينة لم تعرف سوى الحياة اشتركوا في القناة